ورحمة الله تعالى وبركاته وأعظم الله لكم الأجر باستشهاد سيد البلغاء علي صلام الله عليه يقول عبقري على هذه المعمورة الحضارات تصاب بالأمراض كالأفراد والعباقرة هم أطباء الحضارات يأتون في وقت إلى آخر يحركون الراكد ويعالجون الأمراض التي أصيبت بها الحضارة ثم يشخصون لها علاجا إلى أبد الده لذلك نسأل لماذا ظهر الخوارج أيام علي عليه السلام ولماذا اعتقد أنهم يمتلكون قراءة دينية وأبو الحسن صلى الله عليه يقول كلمة حق يراد بها باطل وهم يقولون إنما الحكم لله هذه القراءات كيف وصلت إلى الدم والاقتتال وما دور علي صلى الله عليه في هكذا محنة كبيرة أسئلة كثيرة سوف نأتي إليها اتباعا في حلقة اليوم هنا في الكوفة الكريمة مع سماحة الباحث الإسلامي السيد سعيد السلطاني سيد السلطاني التحية طهيب والسلام عليكم أعظم الله لك الأجر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين وأبي الحسن والحسين صلى الله وسلامه عليه والذي كان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدى من الضلال هل تعتقد سمحت السيد أن الأمة الإسلامية أصيبت بمرض ما أيامه علي هو المرض بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله لأن علي بن أبي طالب عليه السلام اختلفوا فيه فهو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وقد صرح بذلك كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم جميل الذي هم فيه مختلفون لأنهم عن رسول الله لم يختلفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وإن خالفوه في حياته خالفوه لكنهم أقروا بذلك وكما قالت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء كان آخداً بكضمهم جميل داعياً إلى سبيل ربه رسول الله صلى الله عليه وآله بالحكمة والموعظة الحسنة يكسر الأصنام وينكب الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر حتى تفرى الليل عن صبحه وصرح الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين وطاح وشيظ النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق وفهتم بكلمة بكلمة الإيمان وفهتم بكلمة الإخلاص كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد الرسول جميل وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص الخماص الأتقيا الأنقيا الجياع الفقراء الفقراء يجلسوا على التراب ويحاكي الناس البسطاء وكنتم على شفاء حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجدان وموطع الأقدام تقتاتون القدة والورق وتشربون الطرق الطرق الماء الآسم اللي يبقى بفضلات الحيوانات به تشربون هذا الماء وتقتاتون القدة والورق الجلود مالة الحيوانات اطحنوها وتأكلوها وورق الأشجار هذا اللي تأكلوه صنع لكم حضارة صنع لكم حضارة وتشربون الطرق أذلة الخاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد اللتي والتي اللتي تصغير اللتي اللتي داهية عظيمة والتي بعد أعظم منها وبعد أن مني ببهم الرجال شجعان الرجال يعني حتى السيد السلطاني تريد أن تقول الخوارج ليسوا أياما عليين هم كانوا مع النبي يعني البعض يشير إلى دول الخويصر التميمي الذي أشكل على النبي في خضية توزيع فئ ما قال له أعدل يا محمد أعدل يا محمد أعدل يا محمد قال له ويحك إذا أنا لا أعدل من الذي يعدل هذه طبيعة الجزيرة العربية أنها تجادل حتى الأنبياء بل هي هاي القساوة اللي موجودة يعني هو هذا لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا قد ذكروه للنبي قال له له فلان أكو شخص هذا كثير الصلاة أعجبتنا صلاته قال قال من هو قال له له هيتش صفاته هيتش كذا ما عرفه النبي جميل معقولة النبي ما يعرفه يقول بعدين فإذا به وقد دخل قال له له هذا يا رسول الله قال تخبروني عن الرجل في وجهه سفحة من سفحات الشيطان سفحة من سفحات الشيطان في وجهه ثم قال انظروا إذا سألته قال لما دخل لم يسلم لا على رسول الله ولا على الحاضر جاء ودخل النبي قال لنشدتك بالله ألم تقل أن ما في القوم تقل في نفسك أن ما في القوم أفضل مني حتى النبي مو أفضل مني دوله مو أفضل مني قال له نعم ومضى يصلي قال النبي صلى الله عليه وآله من يأتيني من يقتله من يقتل هذا فمضى إليه أبو بكر وجده يصلي وقف قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهانا عن قتل المصلين الجميل رجع إلى النبي ما نفذ الأمر ذهب إليه عمر فوجده ساجد قال إذا كان أبو بكر قد رجع عنه وهو يصلي أنا أقتله وهو ساجد لا أنا أرجع رجع فقال علي عليه السلام أنا له يا رسول الله قال إذا لحقت به إذا لحقت علي جاء وقد وجده وقد انصرف رجع إلى رسول الله قال يا رسول الله انصرف قال أما أنه لو قتل لم اختلف في أمة إثمان وبعدي أنت يا علي تقتله في يوم النهروان حينما تقاتل موعود بهذا تقاتل الناكثين الذين نكثوا البيعة والقاسطين أهل الشعر والمارقين والمارقين الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية بلينا بالمارقين اليوم بلينا بالمارقين ثمت من يشتغل على لعبة التديون هو أمير المؤمنين قال لا تقاتلوهم لا تقاتلوا الخوارج من بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن ركس في الباطل أكو قوم ركسين بالباطل وأكو ناس طلعوا ويدورون الحق لم يجدوه ثم قال ماذا تقاتلون إنهم في أصلاب الرجال وفي قرارات النساء سيخرجهم الزمان فيكونوا لصوصا وسلابين وقطاعي طرق لا تقاتلوهم من بعض يعني ماذا يراد من هذا الكلام يعني الإمام هو الذي يقاتلهم هو الوحيد الذي يستطيعهم هو مكلب بهذه القضا بهذا هو موعود أنه يقاتل الناكتين والقاسطين والمارقين فالناس اختلفوا لأن أمير المؤمنين زين ذولا كانوا في جيشه وكانوا يحاربون في صفين بعدين رفعوا المصاح لما رفعت المصاحف هذه الفتنة التي جميل يقول كاتب مسيحي لبناني مسيحي أعتقد الكاتب سليمان كتاني في علي نبراس ومتراس الكتابة التي أخذت جائزة في مسابقة التأليف العالمي مسيحي لبناني يتحدث عن علي وكأن المشترك بالأديان واحد يتلقفه المبدع والخلاق الذي يصر أن يقرأ القضية بالحب والجمال والاستيقيات إلى أي حد كنا أوفياء في قراءة علي عليه السلام تأليفاً وبحثاً وفكراً ومعالجات هو معالجات لأن الإمام سلام الله عليه هذا المرض الموجود المتكشي أراد أن يقضي عليه ويقضي على المرض ويجد له الدواء وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه آخر الدواء الكي يعني إذا ما نفع الدواء فشنو آخر الدواء الكي يعني يستعمل السيف صلوات الله وسلامه عليه وما يستعمل السيف إلا بعدما يبلغ في الدعاء لهم وحنا قلنا لما انتصار الاختلاف اختلفوا من بعده لكن لما رسول الله صلى الله عليه وآله ترك لهم علياً عليه السلام وقال نقارن ما بين ما جاءت بالأحداث التي مرت بها أوروبا بالإصلاح الديني القرن السادس عشر على يد منثر لاثر الإصلاح التنويري في القرن الثامن عشر على يد فولتير مونتسكو ديدرو إلى آخر القائمة كانت وتطبيق المنهج التاريخي على التوراة والإنجيل القرن السادس عشر أحداث مرعبة مرت بها أوروبا لو حاولنا أن نستطلع منهج الإصلاح لعليين سلام الله عليه حاول إصلاح الرجال الأفهام المفاهيم الملغومة التي لتبيان مخزون العنف والطائفية والمد الإيدلوجي هكذا حاول تفكيك المصطلحات والمفاهيم هو سلام الله عليه لكنه لم يمهل يعني ما أخذ الوقت الكافي لذلك ما قام به أمير المؤمنين سلام الله عليه مثل ما يذكر شيخ أحمد الوائلي يقول آلاؤك البيضاء طوقت الدنى جمع دنيا دنى فلها على دمم الزمان ديون في الحرب أنت المستحم من الدمى والسلم أنت التين والزيتون جميل جميل والصبح أنت على المنابر نغمة والليل في المحراب أنت أنين تكسو أنت قطيفة المرقوعة وتموت من جوع وأن تبطين جميل وترق حتى قيل فيك دعابة ترقيق إلى درجة أنه قيل فيك دعابة رقيق رقيق وهو فارس موجع متألم يجمع المتضادات متضادات متضادات يعني لأنه اللي يقوى بالعبادة يضعف بالعمل واللي يقوى بالعمل يضعف بالعبادة جميل الإمام أمير المؤمنين لها كان شديد القوة أين هذه اللغة أيامنا يعني يخشى يحذر نفسه من تنوع الأطعمة مخافة من لا عهد له بالشبع هو الذي قال والله لو شئت لا اهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسر ولبابي هذا القمح جميل ونسائج هذا القز ولكن هيهات أي يغلبني جشعي ويقودني هواء إلى تخير الأطعمة أو أبيت مفطانا وحولي أكباد غرثا أو أكون كما قال القائل وحسبك داءا أنت بيت ببطنة وحولك أكباد تعن إلى القد أو أبيت مفطانا ولعل بالحجاز أو اليمام من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص جميل هذا الفارق الطباق اليوم لأي حد توحش في مجتمعاتنا العربية وأين نحن من هكذا رؤية وهكذا تصور للعالم بهذا التصور يمكن أن لا نجد ثلاجات ممتلئة ولا تجى الشهية وفي ناحية أخرى من المدينة ثمة شهية بدون ثلاجات كانت كان صلوات الله وسلامه عليه يعني حتى يقول أنه أنكم لا تستطيعون على ذلك يعني الأكل الذي أكله أنا لا يمكن أن تأكله جميل لا يمكن أن تأكله فيه وقت فيه زمان كان من يستطيعون أكله ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد عاونوني عاونوني على أنفسكم أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد نقارن ما بين ما جاءت بالأحداث التي مرت بها أوروبا بالإصلاح الديني القرن السادس عشر على يد منثر لوثر الإصلاح التنويري في القرن الثامن عشر على يد فولتير مونتسكو ديدرو إلى آخر القائمة كانت وتطبيق المنهج التاريخي على التوراة والإنجيل القرن السادس عشر أحداث مرعبة مرت بها أوروبا لو حاولنا أن نستطلع منهج الإصلاح لعليين سلامه الله عليه حاول إصلاح الرجال الأفهام المفاهيم الملغومة التي لتبيان مخزون العنف والطائفية والمد الإيدلوجي هكذا تفكيك المصطلحات والمفاهيم هو سلام الله عليه لكنه لم يمهل يعني ما أخذ الوقت الكافي لذلك ما قام به أمير المؤمنين سلام الله عليه مثل ما يذكر شيخ أحمد الوائلي يقول آلاءك البيضاء طوقة الدنى جمع دنيا دنى فلها على دمم الزمان ديون في الحرب أنت المستحم من الدمم والسلم أنت التين والزيتون جميل جميل والصبح أنت على المنابر نغمة والليل في المحراب أنت أنين تكسو أنت قطيفة مرقوعة وتموت من جوع وأنت بطين جميل وترقو حتى قيل فيك دعابة ترقيق إلى درجة أنه قيل فيك دعابة رقيق وهو فارس موجع متألم يعني يجمع المتضادات متضادات متضادات يعني لأنه اللي يقوى بالعبادة يضعف بالعمل واللي يقوى بالعمل يضعف بالعبادة جميل الإمام أمير المؤمنين لا كان شديد القوة أين هذه اللغة أيامنا يعني يخشى يحذر نفسه من تنوع الأطعمة مخافة من لا عهد له بالشبع هو الذي قال والله لو شئت له تديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولبابي هذا القن جميل ونسائج هذا القز ولكن هيهات أي يغلبني جشعي ويقودني هواي إلى تخير الأطعمة أو أبيت مبطاناً وحولي أكباد غرثة أو أكون كما قال القائل وحسبك داءاً أنت بيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد أو أبيت مبطاناً ولعل بالحجاز أو اليمام من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص جميل هذا الخارق الطباق اليوم لأي حد توحشه في مجتمعاتنا العربية وأين نحن من هكذا رؤية وهكذا تصور للعالم بهذا التصور يمكن أن لا نجد ثلاجات ممتلئة ولا تجى الشهية وفي ناحية أخرى من المدينة ثمة شهية بدون ثلاجات كان صلوات الله وسلامه عليه يعني حتى يقول أنه أنكم لا تستطيعون على ذلك يعني الأكل اللي أكله أنا ما تقدرون أن تأكله جميل ما تقدرون أن تأكله في وقته في زمانه كان من يستطيعون أكله ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسدال عاونوني عاونوني على أنفسكم أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسدال طيب إذا هذه الحركة الحركة لو سميت لو سميت حركة حداثية تحاول أن تزيل كل المفاهيم التي تجتم على قلوب الناس وربما هو هذا يعني أهم حدث أو هدف للحداث الحديثة أنها تزيل الأشياء التي تعيق أن يتحرر الإنسان من قيودة لماذا لم يفهم عليها لماذا لم يفهم لحد أنهم ذهبوا إلى قتله بعيد عن السياسة بعيد أن يحول الخطاب الديني من خطاب روحاني رمزي جمالي إلى خطاب غنيمة وفي وسلطان لأنهم كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقاتلون وقد تركوا الدنيا خلفهم قاتلوا على التنزيل قاتلوا على التأويل على التأويل مع أمير المؤمنين القتال هذا على التأويل على تأويل القرآن كما قال عمار بن ياسر نحن قاتلناكم على تنزيله واليوم نقاتلكم على تأويله ضربا يزيلوا الهال معا مقيله أو يرجع الحق إلى سبيله جميل نحن نريد نرجع الحق إلى أهله فكانوا يضعون الدنيا خلفهم ما يعتبروا بالدنيا حتى هذه الكوفة الكوفة لما كانت ما كانت يسمحوا لهم ببناء البيوت لأن اللي يبني بيت يحتاج إلى زوجه وإذا احتاج إلى زوجه يحتاج أن ينجب أطفال وإذا أنجب أطفال بعد ما يروح للجهاد جميل لأن الابن يجبن أباه جميل الابن يسمونه مجبنة يجبن أباه يقول أنا وين أريد هذا الطفي فما كانوا يسمحوا لهم ببناء البيوت كانوا يبنون بواري من البواري والحصور من يصير المعركة يصدق بيهن من يرجع إذا هو حي يبني له بناء غيره وإذا لا هو رزق الشهادة وراح في سبيل الله هذا اللي كان جماعات المتطرفة المغلقة 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 أجوا وأخذوا يقاتلون تركوا الدنيا خلف ظهورهم وراحوا يقاتلون من أجل الدنيا ومن أجل المغانب يعني كيف يعتقد كيف يعتقد أو كيف يفهم متدين هكذا يتصور أنه إذا ما فجر مقهن بسيط لناس تعيش لجلب الخبز أنه دخل الجنة دون أن يعرف أن هؤلاء من أي ملة من أي طائفة ماذا فعلوا؟ هؤلاء في زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه وكانت الغارات موجودة يعني هذا يشبه ما فعله لعبد الله بن الخباق نعم هو مستنسخة هو مستنسخة تعتقد مستنسخة وغارة الغامضة على الأنبار وكانوا يعالجون الخلاخي للنساء المرأة المعاهدة والمسلمة ولو يعني الإمام يخطب عليهم يقول لو أن أحدا مات كمدا لم يكن ملاما على هذا دائما يتكمد ويشوف دولا ويتحملون وقال ما غزي قوم في دارهم إلا دلوا جميل اللي ينغزب داره يذل يعني دولا كان يرسلهم معاوية وارسل غارة لليمان اليوم قراءات مرعبة مخيفة مزعجة أزعجت العالم من قبل الجماعات المتطرفة الإيدلوجيا المغلقة قراءة راديكالية للدين معتقدين أنهم بهذه القراءة هم أوفياء للدين وهم حراس الدين وهم الوكلاء الحصريون للدين تتصور أن الباطل يستمر الصراح هو محتدم بين الحق والباطل لكن الغلبة دائما للحق والحق يعلو ولا يعلى عليه وكما نذكر مقالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علي علي مع الحق والحق مع علي علي مع القرآن والقرآن مع علي بذلك تشوف أكو أبياتي كان يقولها الشيخ أحمد الوائلي يقول والتراث والسمات المطيبات السمات الصفات المطيبات تراث يتجلى بهن البشير النذير جميل تحمل العبرة الصريحة أن الحق يبقى ويذهب التزوير الله تزوير مهما يكون يروح يذهب الحق يبقى ما ينفع الناس يبقى ويذهب التزوير والنسيج والطريح الذي يضم نسيجا علويا بالاحترام جديد أعظم الله لك الأجر الباحث الإسلامي سماحت السيد سعيد السلطاني أعظم الله لك الأجر شكرا جزيلا شكرا لك شكرا جزيلا لكم على هذه المتابعة وإلى أقوال علي صلى الله عليه حتى مع خصومه بمنتهى العدالة حينما قال لا تقاتل الخوارج من بعد فليس من طلب الحق فأخطاه كمن طلب الباطل فأصابه علي صوت من لا صوت له ما زال حكاية العالم ونص العالم وإنسانية العالم أعظم الله لكم الأجر في علي الإنسان والمؤمن والإمام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته